البداية بمنافسات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم بكورديفوار حيث حذر الناخب الوطني وليد ريقراجي من صعوبة المواجهة ضد منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات وقال ريقراجي خلال ندوة صحفية إنه يجب نسيان مباراة تنزانيا والتركيز على مباراة اليوم والتي ستجمع أسود الأطلس بفريخ صعب وقوي كما أكد المدرب الوطني أنه يجب احترام المنتخب الخصم والذي سيعمل على تأر لرددين الإقصاء من مونديالي قطار أركز دائما في خطابي على ضرورة احترام جميع الخصوم وبطبيعة الحال فقد تجاوزنا مباراة تنزانيا والآن نحن مقبلون على مواجهة الكونغو الديمقراطية نحن واعون بما ينتظرنا وإن كنتم تعتقدون أن اللقاء سيكون في المتناول فأنتم مخطئون كل مباراة تختلف عن الأخرى شهدنا فرقا تقوم بعمل محترم وأخرى اعتقدنا أنها في طريق مغادرة المنافسة لكنها عادت بقوة سنحترم منتخب الكونغو سنفرض أسلوبنا من أجل حسم التأهل والتعامل مع التحديات القادمة